السلام عليكم ايه زيكم يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة عايز اقولكو سيدة النهاردة بجد غير رائع فيديو النهاردة يعني من اول دقيقة الاخر دقيقة كله استمتاع وكله حاجات حلوة جدا جدا انا بسقق ان هي هتعجبكم وكلها افكار تنفعك يعني بيدك انتي وحاجات تقدري تعمليها بيدك انتي في بيتك باقل تكاليف واقل الامكانيات عايز اقولكو ان السيدة النهاردة معينا يعني فيه تغييرات كتير هتعملها مش بس في بيتها لا اهدف بيت صاحبتها هي جمان وهي وصاحبتها متشاركين مع بعض كده وبيعملوا بيوتهم بحاجات جديدة وحاجات يعني هما اللي بيعملوها بأيديهم تابقوا الفيديو كده فيديو النهاردة بجد اجمل من رائع بجد يعني ممكن اجمل من رائع دي حاجة بسيطة جدا عليه ياريت بقى دعمكم ليه باللايك عايزة بصوا يعني زرار اللايك ده تفجروا من الاخر يعني لايكات كتير 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 وكمان لو انتي اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده اكيد يساعدني وجودك معايا وتنور عيلتي الكبيرة وتكوني اخت من اخواتنا وتنضم العيلتي عايزة اقول لكم ان فيديو النهاردة والله العظيم اجمل من رائع يعني زي ما قلتلكم كان اجمل من رائع دي حاجة بسيطة جدا جدا فيه وبجد حلو كملوه فيه تغيير فيه تجديد فيه حاجات جديدة هي هتعاملها هتجديدها زي ما قلتلكم مش بس في بيتها لأ ده هي في بيتها وفي بيت اختها او تقريبا بيت صاحبتها بس عايزة اقول لكم والله الفيديو حلو فيه كده استمتاع تنسوش تحطوا اللايك باشكلكم الكل قلبي على كلكم منت بتحفزوني به ربنا يا رب اديكم احسن مع يعني ما انا بتمنى لكم كمان يا رب اللهم امين واكتب لكم الخير والتوفيق من عنده يا رب اللهم امين يا رب وقبل ما نبتدي الفيديو برضو مش هننسى اخواتنا حبايب قلبنا اهل فلسطين ربنا يا رب انصرهم يا رب اللهم امين دعواتنا اليهم كتير ربنا انصرهم يا رب اللهم امين ويرحم شهداءنا كلهم شهداء الوطن العربي كلهم يا رب اللهم امين يا رب يا ربنا بقى نخش في الفيديو ونشوف النهاردة الفيديو بتكلم عن ايه واول حاجة التغيير والتجديد درسنج روم او الدرسنج اه النهاردة هتعمل اه الدرسنج وبي ايديها هي هي اللي عملت كل حاجة وده كان يعني نفسها تعمل درسنج ولكن زي ما قلتلكم في فيديوهات قبل كده او في فيديوهات سابقة قبل كده اني اه كل حاجة بيعملوهم هم بي ايديهم يعني مفيش غير اني بس هي جابت الدرسنج او بالمقاس لانه هو طبعا بيتعمل بالمقاس وبيتبعت لها شحن وزي ما شفته كده بيه كاراتين ده كمان مش في الدرسنج بس كمان البركيه ما ثبتش البركيه الا لما عملته وهو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا نقدر نعمل كل حاجة بادينا احنا يعني من غير ما تتعبي نفسك وكمان من غير ما يعني متكلفي نفسك كتير فيه ستات كتير وفيه سيدات كتير مننا بيقدروا ان هم يعملوا الحاجات دي وبيقوموا بالحاجات دي من نفسهم ولكن اكيد ده بيجي مع الوقت ومع الاستمرار انك انت تغيرك جديد بايدك انت بس تعالوا بقى نشوف القناة اللي معينا النهاردة القناة اللي معي النهاردة قناة منوعات سارة محمد قناة سارة من الشخصيات الجميلة جدا اللي هتحبوها عايز اقول لكم ان صارة كمان يعني فيه اتصال بنا كده اللي هو هتبقى سلفتي فياريت ياريت تدعموها انا جبت لكم القناة بتاعتها قناتها حلوة جدا زي ما انتوا شايفين قدامكم كده ودي صورتها فروحوا هناك ويتابعوها وشوفوها بجد كناتها حلوة جدا وهتعجبكم وانا واسكة من كده هي بتقدم محتوى زي بتاعي بس عايزين ندعمها ونقف جنبها كده ونكون ادينا في اديها كده زي ما انتوا بتقف جنبي فياريت كل الناس اللي بتحبني وبتحب رودي يروحي لسارة ويقولولها ان انا من عند رودي ويشتركوا عندها كده ويفرحوها زي ما بتفرحوني ربنا يجبر بخطركم وانتوا عارفين جبر الخواطر ده بتكون حاجة كويسة جدا فياريت كلنا نروح لها وندعمها ونقف جنبها يا قناتها لسه مبتلئة ولكن قناتها ما شاء الله لهم بارك حلوة جدا وهتعجبكم ان شاء الله فياريت يلا كلنا نروح لها واسبلكوا القناة بتاعتها في اول تعليق مسبة تحت مجرد بس لم هتدوسي على اللينك بتاعها هيتحولك على طول على القناة بتاعتها يعني مش هتعود يتدور عليها ولا حاجة ويشوفي قنات بتاعتها واشتركي عندها وان شاء الله قناتها تعجبكم يا رب يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف هي وصلت لا ايه بعد ما عملت الدريسنج زي ما انتوا شفتوا كده ابتدت بقى ان هي تحط الهدوم بتاعتها او تنصق الهدوم بتاعتها وتنظمها لان ما شاء الله يعني الهدوم بتاعتها كتيرة شوية عشان بحكم شغلها لان دايما بتنزل وبتطلع وكده في شغلها فلايزم يكون عندها غرفة الدريسنج دي لان الدولاب مش مكفي معه حاطت بقى كل الاكسسورات بتاعتها وحاطت الشوزات واخر حاجة زي ما انتوا شفتوا يعني بصوا شايفيني الحلوة بعد ما خلاص يعني نظفت لها حق بقى يعني تبس فروا بقى وحاجات كده يعني تتدلع بقى يعني هي تعبت وعملت كتير فلازم لازم ان هي تتدلع بقى تعني اخذ جولة سريعة كده بعد ما خلاصت غرفة الدريسنج انا من عشاء غرفة الدريسنج دي يا جماعة يعني عايز اقول لكم لو انت عندك مكان غرفة يعني زيادة ياريت انك انت تعمليها دريسنج حلوة جدا بجد هتقسم لك الدنيا بس بصراحة ربنا انا مش بحب الدريسنج المفتوح بصراحة يعني مثلا عارفين لو هو كان مثلا دريسنج كده اتعمله درفة او اتقفل عليه حتى اللي هو الدرفة الجديدة اللي هي الازاز بجد يعني شكله هيختلف وفي النفس الوقت انت بتحافظي على الهدوم لمجرد بس انك انت يعني بتحافظي على هدومك من انها تتشال سوري تربيج عليها وهكذا انتشوف بقى هنا غسيل التويلت وهي هنا الغرض من الفوات الالوان دي اللي هي مخصصة كل لون لحاجة يعني الارضيات ليها فوطة الرخام ليه فوطة التويلت ليه فوطة كل حاجة ولزلك زي ما انتو شفتو لما شدت البوكس كده كانت بتنظمه بالتنظيم اللي انتو شفتو ده علشين او بتوريكو الحاجة اللي هي عاملها ايه بصو هي دي جولة سريعة كده في المطبخ بتاعها التلاجة كانت سيلفر هي عملتها كده باللون الابيض وده ستيكر عارفيني الستيكر اللي انتو شفتو معايا في قناة التانية الناس الجديدة اللي معايا ومتعرفش ان انا ليا قناة تانية انا ليا قناة تانية اسمها من بيت رودي ياريت تروحوا هناك وتشارفوني هناك انا بنزل فيها يومياتي وتغييراتي في بيتي زي زيكو كده زي السيدات دي بالزبط يعني مش بنزل للسيدات دي بس لأ وبنزل شغلي انا كمان على قناتي بقى الخاصة ياريت تروحوا هناك تشتركوا فيها القناة اسمها من بيت رودي لو عملت السيرش على اليوتيوب او بحث كده على اليوتيوب من قناة من بيت رودي هتتلعلكم القناة بتاعتي المهمة تقدر تجيب الستيكر ده الستيكر اللي ابيض شوفو هي عملته على التلاجة غير لها الدنيا تماما هي بتوريكوا الاوكنونها سيلفر ولكن هي عملتها ابيض لان هي جددت حاجات في المطبخ ونظمت حاجات في المطبخ تعالوا بقى نشوف كده الغرفة اللي هي بتاعت الخزانة او بتاعت الخزين برضو دي كانت يعني هي كانت مغيرها بس انا محبتش ان انا اطول عليكم ولكن اكتر حاجة عجبتني هتشوفوها دلوقت شايفين قدها دي بسيطة بس اكتر حاجة عجبتني الدرف اللي انت هتشوفوها او الدرج اللي انت هتشوفي ده طبعا هي اللي مصمموه برضو ولكن الفكرة هنا ايه لو تلاحظوا هتلاقي الدرج وشه عاملاه سلك ليه عشان يكون فيه تهوية للدرج اهو عشان يكون فيه تهوية للدرج وبالتالي الخضروات او اي حاجة هي حطوها وما تدص معي تعالوا نشوف بقى هتغييرها وتجددها هي وصحبتها هنشوف دلوقتي هتعمل ايه هنا اولا الريسبشن تعالوا بقى نشوف هي دلوقتي هتجدده ازاي وهتجدده بالورق الحائط طبعا كان لازم الاول بتاخد مسحة كده على الحيطة وبعد كده بتحط المادة اللاصيقة اللي بتلزق على الجدرون وبعد كده هتحط ورق الحائط زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصته حطت بقى التابلو وفازة الوردة او الظهور اللي بتعمل شكل حلو وبقت دلوقتي يعني في معظم بيوتنا كلها لان فعلا بتدي شكل حلو عايز اقول لكم ان الظهور اللي هي حطها او الورد اللي هي حطها ده ده طبيعي مش صناعي تعالوا نشوف بقى ترابيزة الصفرة وتجددها وتغيرها ترابيزة الصفرة هي ام البنوتة بنوتة ليسا صغيرة ولكن مشاء الله عليها ربنا يبارك لها يبارك ليها ويخليها لها يا رب هي بتعمل كل حاجة زي ما انتوا شايفين مش بتعطل نفسها او مش بتوقف نفسها على حاجة اللي هو مثلا بنتي صغيرة فانا مش هعمل وهو ده الغرض من الفيديوهات بتاعتنا ان احنا هنتشجع من بعض ان اتنشط لو في عندك اي حاجة انت محتاجة انك تغيريها او تعمليها ومش عارفة انك انت تعمليها فياريت يعني حاولي على قد ما تقدري انك انت تعمليها وفرحي نفسك الفكرة هنا انك تفرحي نفسك مش انك مثلا احنا بنقول مثلا اعملي كده وانت مش عايزة تفرحي لأ اكيد انت نفسك في حاجات ونفسك تغيري في حاجات وتجددي في حاجات فرحي نفسك ولو بحاجات بسيطة والله تعال نشوف بقى بعد تغيير النجفة طبعا بمساعدة زوجها لها حطت الجيدة صغيرة كده وحطت السفرة وهجيب التابلو تحط هنا ولكن هي مش هتسكت على التابلوه ده هي حبها هيكون فيه كده تابلوهات صغيرة من الصور بتاعتها هي وبنوتتها وهي وزوجها هي كانت شايفة ان التابلوهات اللي هتكون عليها الصور بتاعتهم هتبقى احسن من التابلوه او البرويز اللي هو الميراي هنا كانت بتثبتهم يعني لان تحسين كانت فيهم ايه مش مزبوتين كزوايا فحبت ان هي تثبتهم كده وغيرت السجادة جابت سجادة اكبر شوية هي حب ان هي تكون سجادة عليها شكل يعني او فيها نقشة مش سادة علشان يعني تشغل المكان شوية بما ان الجدران والحاجات دي سادة وكمان الصفرة سادة فهي حبت ان هي تغيرها تعالوا بقى نشوف روتين سريع كده ليها وهي بتنظف البيت او كروتينها معها بنوتتها بيكون عامل ازاي طبيعي جدا ان احنا بيوتنا كلها بيكون فيها كده ما فيش بيت ابدا فيه اطفال واطفال صغيرة بيخلى خالص انها ما يكونش فيه اتساخات ما يكونش فيه حاجات مقلوبة لا كل بيوتنا كلها كده ولكن طبعا الشغل في البيت على طول وتنظيف بيتك على طول ويدك في بيتك على طول ده حاجة كويسة جدا طبعا يا حتى للسماعات بتسمع كده ميوزك وهي بتشتغل وهي بتقول ان هي بتبقى يعني نشيطة بدل مثلا ما تكسل او كده ولكن انت ممكن تستبدليها بالقرآن الكريم حلو جدا جدا يخش على قلبك كده الخير واليوم والبركة ويخليك كده يومك كله ومليان برقة ومليان تفاقل كده للحياة وفعلا فعلا هتخلصي بيتك وتخلصي حاجاتك شغالي صورة البكرة واسمعيها كده وحاول تعالي الصوت عشان الصوت يوصل لقلبك بزيادة ويا ريت ترددي وراها كمان ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجبر بخاطركو ويجبر بخاطرنا جميعا يا رب كده واهم حاجة يا جماعي بد عننا وعنكم العيون الوحشة وكفيكم شر الحاقدين اللي مش بيتمنوا لأي حد الخير يا رب اللهم امين انا وانتو يا رب اللهم امين يلا بقى نشوف كده تنظفها لغرفة بنتتها العاب مرمية وحاجات مرمية فطبعا هتقوم دلوقتي تنظفهم هي هنا بتقول ان ده المكتب بتاع بنتتها حطالها فيه كده زي بوكسية خشب بتحطي فيه الكشاكيل بتاعتها او الكراريس والكتب اللي هي بتقعد تلعب بيها لسه يعني بيبي كلاس بتروح حضانة بيبي كلاس يعني هنا معاها وهي بتذاكر ليها اللي هو لسه بقى بتمسك القلم بتشعبط كده بتمشي على الخطوط بتمشي على الدوائر عشان بس تتعلمها حتى كمان مسك القلم فمشاء الله اللهم بارك ربنا يبارك فيها يا رب ويخلها لها ويخللكوا اولادكو ويرزق كل مشتاق يا رب اللهم امين بالزرية الصالحة تعالوا نشوف بقى النجيلة وكمان المكان بتاع البلكونة اللي بجد بيكون حاجة رائعة عايز اقول لكم يا جماعة الناس اللي مفيش عندها نجيلة في البلكونة انت فاتك كتير وحيات ربنا انا كنت الاول الاول ممكن اكون زيكم كده كنت اقول ايه ده النجيلة لسه اجيب نجيلة لا 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 عشان عارفك نسو امسحوا كلام ده كله بس والله لما جبتها ممكن شفتوها معايا الناس اللي متابعيني شافتها على القناة التانية لما جبتها فعلا فرقت وعلى فكرة بتلم اتربة كانت ممكن تخشيلك في المكان سواء هو مثلا لو ريسبشن او غرفة نوم او الكلام ده بتلم اتربة وبالتالي بتكنسيها بسرعة وبتخسيليها بسرعة والله العظيم بجد اللي مجربهاش ومش عنده يعملها هنا طبعا هي حطتها وبتحط كده ام شعفة بصراحة اللي هي بتحطه ده لو انتوا عارفين قلولي او شكل وشكل بحيث ان هي تعمل لها شكل وفي نفس الوقت ما تبقاش لومها اخضر كده مفيش فيها اي حاجة او مفيش فيها اي لون تاني اخر حاجة هي وصلت ليها بقى ان هي حطتهم بالشكل ده ما فرقتهمش على المكان كله وكلسيين وترابيسة حاجة سمبل كده وفازة الورد وكمان الظهور اللي على البلكون عايز اقولكم ان دي حلوة جدا وفي الحقيقة لو شفتوها او على الطبيعة شفتوها حلوة جدا جدا والله انا شخصيا عندي منها برضو بس من زيها بالزبط ولكن فيها الظهور كده بس على الطبيعة بتبقى حلوة وبتديكي شكل حلوة قوي قوي للمكان اللي انت بتكوني قاعدة فيه شايفيني الجمال يا جماعة بجد اي حاجة بتعمليها بيديكي قبل وبعد وممكن يعني تكلفيها بقى قل التكاليف بجد بتكون حلوة جدا جدا طبعا دي حلوة بعد ما خلصت خالص لازم كده تكون نفسيتها مرتاحة وكمان يكون الدنيا كلما الدنيا بتكون كويسة عندنا ويكون الشكل العيم حلو وانتي بترتاحي اخر حاجة بتحطي برفون ليها وليه بالنوتيتها وبنوتيتها بتعمل زيها سواء بقى في اللبس او في البرفون بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكو واشوفكو الفيديو الجاي ومع السلامة